موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد والفكرة الثانية من هذه الحلقة من مصر 2030 والتي خصصناها كما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة حول الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة هذه المدينة الجديدة التي تدخل ضمن تصنيف المدن الذكية المصرية واحدة من 14 مدينة تقريبا توصف بأنها مدن ذكية تعتمد على تقنيات ليست موجودة في باقي المدن المصرية أصبحنا قابة قوسين أو أدنى من افتتاح هذه العاصمة الإدارية الجديدة لكن لا يجب أن نتوقف عند المناطق السكنية عند مناطق البنوك عند مناطق المؤسسات الحكومية والوزارات وغيرها طالما كنا نفكر منذ اللحظة الأولى في الاستثمار ما هي آفاق الاستثمار التي تفتحها العاصمة الإدارية الجديدة كيف يمكن أن نفهم طبيعة دعم هذه المدينة الجديدة للاستثمار سواء كان هذا الاستثمار أجنبيا أو محليا لشرح هذه الأفكار أسعد بوجود ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي مساء الخير يا فندم ومشرفنا مساء الخير هل بحب التجدي الحقيقة يا فندم أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع ضخم وعملاك ومن المفترض أن هو بيفتح آفاق مختلفة للاستثمار كنت أتكلم مع حضرك قبل الهواء مباشرة حول فكرة المدينة والاستثمار ربما العاصمة الإدارية الجديدة زي ما أرينا وسمعنا مش ملحق بيها على سبيل المثال المناطق الصناعية لكن داخلها مناطق ربما تحتوي على مقرات لأكبر الشركات في العالم أو المراكز الإقليمية كيف نفهم أنا والسادة المشاهدين علاقة هذه المدينة بالاستثمار بشكل عام بداية أحب أن أقدم عزائي الشعب المصري في وفاة شهداء الحادث القطار اليوم تغمضهم الله برحمته عشان أجاوب على سؤال حضرتك أحب أن أقول يمكن من السادة المشاهدين اللي هو لفت انتباههم في زيارتهم لبعض الدول الخارجية مثلا زي دبي سنغافورة هونغ كونغ أن العواصم دي بيكون فيها مزيج متكامل أو بيبقى مجتمع متكامل استثماري وعقاري وبيضم أيضا العلامات التجارية الكبرى ده نفس الشيء اللي احنا هنشوفه في مصر إن شاء الله في العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة دي منطقة جذب ليس فقط بكونها هتبقى عاصمة دبلوماسية وسياسية وهينتقل إليها الجهاز الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ والوزرات والسفارات إنما أيضا هتكون فيها حي للمال والأعمال وأيضا هتحتوي على أكبر الأسواق التجارية المصممة على أحدث الطرز وهتجذب إليها أشهر العلامات التجارية العالمية وده بالحقيقة كان بيتم الترويج إليه من فترة مش من دلوقتي يمكن من سلتين ثلاثة بيتم بجهود حفيفة دعوة كبار رجال الأعمال والمستثمرين إنهم ينظروا إلى العاصمة الإدارية ويشوفوا التسهيلات والحوافز اللي بتمنحها الحكومة المصرية لجذب هذه الاستثمارات فألخص لحضرتك تاني إن منطقة جذب تجارية كبرى الشركات العالمية هيكون لها تواجد إقليمي في العاصمة الإدارية الجديدة وبالفعل في عدة علامات تجارية بدأت بالفعل أنها تخطط لأنها تبقى موجودة في العاصمة الإدارية خليني برضو أستفسر من حضرتك يا خبير إقصادي يعني عشان ما أقولش الشركة يصنف اسمها باعتباره دعاية وإعلان لو قلنا مثلا أنه تم نقل المكتب الإقليمي لجوجل من المكان الذي يوجد فيه إلى العاصمة الإدارية جديدة كيف يعود علي هذا بالنفع أستاذ هني؟ يعني إيه اللي أنا بستفاده كدولة وكمجتمع سواء مجتمع عام أو مجتمع اقتصادي من وجود المركز الإقليمي لجوجل في العاصمة الإدارية؟ كما ذكرت حضرتك لو فرضنا أن جوجل على سبيل المثال تواجد في العاصمة الإدارية الجديدة هو جوجل لا يعمل بمفرده ولكن يجذب إليه عدة روافد من الأعمال ومن الشركات التابعة والشقيقة ومن العملاء ومن الموردين وطائفة كبيرة من المتعاملين معه كون أنه هيكون موجود في العاصمة الإدارية بالتالي سوف يجذب إليه عدة أنشطة أخرى ملتصقة وترتبط بأعماله قص على هذا الشركات الكبرى بدون ما نذكر أسماء قص على هذا العلامات التجارية الكبرى كونها موجودة في هذه المنطقة هيكون لها أكيد تعاملات عملاء موردين هتحتاج لمخازن وكون العاصمة الإدارية على بعد 60 كيلو من العين السخنة ومن القاهرة ومن مناطق أخرى ده كله هيكون زي حلقة ممتدة لدعم الأنشطة المرتبطة بالأعمال عظيم طيب أروح للحوافز حوافز الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة وهل ده جزء من قانون حوافز الاستثمار الذي صدرها مؤخرا قانون الاستثمار الموحد ولا ربما يكون هناك قانون خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة لهو حصل بالفعل أن في صدر قرار رئيس مجلس المدراء رقم 2467 لسنة 2020 بتعديل المادة عشرة بضم العاصمة الإدارية الجديدة للقطاع ألف اللي هو بيضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمفلف الزهبي ده معنى إيه؟ ده معنى أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة سوف يتمتع بالمميزات وبالحوافز التي وفرها قانون الاستثمار لحتى تنفيذ القانون الاستثمار لهم على سبيل المثال هناك حوافز ضريبية الحوافز الضريبية عبارة عن حافز يشمل خصم من صاف الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% هيكون فيه خصم للتكلف الاستثمارية ده يعني شيء مهم جداً أي مستثمر بينظر إلى العائد على رأس المال المستثمر فلما نديره لعدة سنوات حافز ضريبي فده يعظم من العائد على رأس المال المستثمر أيضاً فيه إعثاءات ضريبية موجودة أخرى زي الإعثاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوفيق والشهر لعقود التأسيس للشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الاقتمانية والرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ إنشاء أو قيد المنشآة في السجل التجاري فطبعاً أول خمس سنين أي مستثمر بيحلم أنه هو يعني العائد على الاستثمار يكون عالي في أول فترات المشروع فده يعظم من العائد فبالتالي ده حافز دي كلها حافز بتجذب المستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة طيب أستاذ هاني يعني البعض كان بيتكلم على فكرة الشركات الأجنبية في مصر ومسألة التحويلات إلى الخارج تحويلات الأرباح وبعض الدول بتقول حول اللي أنت عايزه إلى الخارج لكن على شرط أن يكون 10 أو 20% من إجمالي هذه الأرباح يعاد استثمارها مرة أخرى في السوق المحلي هل حضرك شايف أن هذه النقطة ربما تكون مفيدة بشكل أو بآخر لأن إحنا ما زلنا في حاجة إلى الكثير من الاستثمارات هل إذا ما قدم هذا المقترح إلى الشركات العالمية هل يكون مقبول أكيد هيكون مقبول يعني هو طبعا يعني الشركات لما بتبقى بتشتغل في البلد ما هي بتنفق والإنفاقات هذه الإنفاقات بتعود في النهاية على زيادة نسب التشغيل في الاقتصاد وبتخلق فرص عمل وبتقلل البطالة أنا برضو مش لازم يعني ما فيش دولة بتحبب الاستثمار الأجنبي إنها تحط قيود شديدة على تحويل الأرباح إلى الشركة الأم أو في البلد الأم أنا لو وضعت قيود على هذئها يعني مثل هذه القيود ما أعتقدش أنه هو يعني يمكن كان فكر أعتقد يمكن يعني إحنا صبقناه شوية في التطبيق ولكنه لازال موجود في بعض الدول صحيح بس الدول دي للأسف ما فيش يعني ما أعتقدش أنه بيجي لها استثمار أجنبي مباشر بينعش اقتصادها فأنا شايف أنه عدم وضع قيود على تحويل أرباح المستثمار الأجنبي هو ده المفروض يكون وإحنا في عالم حر حرية التجارة وحرية تدفق حرية تدفق رؤوس الأموال ده شيء مهم جدا دخلت بفلوس استثمرت البلد استفادت عملت أرباح بين الطبيعي أنك تحول أن المستثمر يحول أرباحه إلى الخارج محرموش أو حط عليه قيود تمنع من شرعية تدفق أرباحه إلى الشركة الأم في الخارج حضرك مع فكرة أن تترك الحرية تماما للمستثمر وهذا أكثر جاذبية له في اختيار السوق المصري تحديد لأنه ممكن أن يعيد استثمار هذه الأرباح يغضخهم مرة أخرى في التوسع داخل المشروع في الدولة فأنا الحقيقة لا أحبب أن يتم وضع قيود على تحويل الأرباح طيب هذا الحضرك سؤال متعلق بالبورصة والاستثمار في ذات الوقت هل من الممكن هذه الشركات حين تسعى إلى التوسع زي ما حضرك قلت أن تقوم باكتتابات داخل البورصة المصرية على سبيل المساعدة لزيادة رأس المال وبالتالي تنعش البورصة أيضا البورصة المصرية ولا علاقة بين هذا وذلك يعني طبعا هناك ضوابط قانونية خاصة بالاستثمار في سوق المال وأنها لابد أنها تكون شركة مساهمة وأيضا لها عدة ضوابط خاصة بالقيد شرطة القيد في البورصة إنما لا يمنع أن تكون هناك هذا الكيان قد يكون شركة مساهمة مصرية برأس مال أجنبي ويتم اتباع الشرطة الخاصة بالقيد الأوراق المالية في البورصة المصرية وإذا تم ذلك نحن نوسع قاعدة الاستثمار في البورصة ورأس المال السوقي في البورصة فذلك أعتقد أن يكون شيء جيد يعني حضرك تتمنى معي هذا الأمر أن تنتعش سوق الأوراق المالية أيضا من خلال هذه الشركات التي تأتي وفقا لأوضحها قانونية صحيح طبعا طبعا دون شك طيب لو سألت حضرك فانلم وحضرك فيما كنت تجبني عن السؤال الأول قلت أن خصل تعديل على قانون الاستثمار تحديدا في المادة 10 وباية العاصمة الإدارية زي محور قناة السويس ده يخذني لسؤال منطقي فهم إيه اللي يخلي المستثمر يختار تحديدا العاصمة الإدارية؟ ما الذي يميزها عن باقي المدن المصرية؟ العاصمة الإدارية لها تمتاز عن باقي المدن الأخرى بالمميزات التي وضعها القانون وضعها التعديل في حوافظ الاستثمار في مدن أخرى موجودة إنما ليست مشمولة ضمن هذا التعديل الخاص بالاستثمار فهو هذا الفرق؟ حضرك شايف أن دخول هذه المدينة وفقا للمادة 10 من قانون الاستثمار يعطيها أولوية وميزة تفضيلية لدى المتسمة بحكم القانون وبحكم المزايد عظيم الربط يا فنم يعني إحنا حين ننظر إلى الاقتصاد المصري بدءا حتى من المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ 2014 لغاية النهاردة كانت الأفاق عظيمة جدا فيما يتعلق بالتدفقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في مصر لكن رغم أن الاستثمارات زادت بالفعل لدرجة أن احنا تخطين عدد من الدول الإفريقية لكن أغلبها كان في قطاع البترول والغاز على سبيل المثال بينما المواطن المصري ربما لديه أمنية أن يتسع الاستثمار سواء الأجنبي أو المحلي فيما يتعلق بالجانب الإنتاجي صناعي وزراعي هل من الممكن أن تسهم أو يسهم وجود هذه الشركات في العاصمة الإدارية ويلقي بزلاله على الاستثمار في شتى القطاعات في ربوع مصر بشكل عام ومصر دلوقتي مليانة مناطق صناعية مجهزة تماما بكل ما يحتاجه المستثمر من بنية تحتية هل ممكن أن يكون دل المدخل إلى التوسع في الاستثمار في مصر في كل المناطق الصناعية؟ هو زي ما حضرتك فكرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كان بيرقب على القطاع النفطي وقطاع الاتصالات والاستثمار الأجنبي المباشر عالميا حتى من قبل أزن كورونا انخفض بنسبة 45% انخفض بنسبة حوالي 45% وده برضو بيمس هنا أن احنا بنهتم بجذب الاستثمارات الأجنبية في مصر ومصر مع ذلك كانت بتعتبر الأولى على مستوى أفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر إنما لو نتكلم على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ليه في القطاع الغير النفطي؟ بالضبط يفن؟ ده لازم له تحييئة كبيرة ومصر أريد يعني بتشتغل في هذا المجال في مجال مثلا البنية التحتية والطرق محفزات الاستثمار الطاقة الطاقة توفير الطاقة بأسعار ملائمة كل ده بيصب في جذب المستثم الأجنبي للمناطق الصناعية التي توفر له هذه المميزات إنما علاقة يعني أنا مش شايف العلاقة ربطه مباشرة ما بين العاصمة الإدارية الجديدة وجذب الصناع في أقول لك صدرك لي أنا بسأل السؤال ده لإني تصورت إن على سبيل المثال لو لقيت 3-4 شركات من شركات الكبيرة في إنتاج السيارات سواء من ألمانيا أو من فرنسا أو من دول أخرى اللي يعني ما عملوش مصانع في منطقة الشرق الأوسط لأن في جزء منهم الحقيقة أعمل مصانع بالفعل هل من الممكن لما يبقى المكتب الإقليمي لهذه الشركة الكبرى في العاصمة الإدارية تقرر إنها لما تعمل مصنع خارج أراضيها بدل مطروح صين أو بدل مطروح دولة عربية شقيقة زي المملكة المغربية ممكن تقرر إنها تستفيد بحوافة دستثمار برضو وتشتغل في مصر يعني من هنا كان الربط في سؤال يا دكتور من الورد جدا ونفس الشيء المتعلقة أو العلامات التجارية المتعلقة بالملابس نفس الشيء طبعا يعني كون إنه يكون لها مكتب إقليمي مقر العاصمة الإدارية الجديدة لابد أنه ممكن برضو أربطه بحوافز أخرى في مناطق صناعية أخرى قد يكون في إقليم قناة السويس في المنطقة دي وهي قريبة من العاصمة الإدارية هنا أعتقد ممكن يكون الربط صحيح صحيح ويبقى يعني بتعبير الاقتصاديين يبقى محور قناة السويس حبل أفريقيا على الأقل لأن أنت تقدر تصنع ثم تذهب يعني أنت قريب جدا من وهو ده يعني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دي منطقة استراتيجية وفيها الخدمات اللوجستية وموقعها استراتيجي ما بين الشرق وما بين الغرب وهي بوابة أفريقيا يعني تعتبر بوابة لأفريقيا طبعا هذه ميزة تعتبر ميزة كبيرة جدا للشركات العالمية التي هي عايزة تقيم مجمعات صناعية أو مراكز لها في هذه المنطقة لأنها تقدر تنتقل من الشرق للغرب بيسر وتستخدم المميزات اللوجستية التي توفرها الحكومة وأيضا المزايا التي توفرها حوافظ الاستثمار فكرة يا فندم أننا أعمل حي للمال والأعمال وغالبا نحن لا نجد مثل هذه الأحياء إلا في العواصم الكبرى اللي بتنعم باقتصاد قوي بالفعل مش عايزة أقول اقتصاد رفاهي أحيانا لكن ده يا فندم كيف يؤتي بثماره على المجتمع المحيط يعني مجتمع العاصمة الإدارية اللي هيبقى جزء من مجتمع القاهرة شيء نعم أبينا لأن في النهاية إذا كان البرلمان هينغاقد هناك فيجب أن تكون العاصمة الإدارية جزء من العاصمة بحكم الدستور هل نحن إذا مشروع قد يغير شكل المجتمع بشكل أو بأخر بلا شك من شكل المجتمع مجتمع المال والأعمال أيضا هيتغير يعني في الوقت الحالي لا يوجد مكان داخل القاهرة العاصمة التقليدية السياسية لمجمع لكل أماكن شركات الوساطة المالية البنوك شركات التأمين شركات البترول الخدمات المالية كلها متفرقة في أماكن مختلفة حول القاهرة وجود هذا المجتمع المال أو حي المال في العاصمة الإدارية ليس ببعا وهو موجود في عواصم كثيرة من العالم أنا شركت على سبيل المثال في سلطانة عمان في الموجود الحقيقة في منهات في عدة دول أوروبية هناك أحياء ومجمع أو تجمعات خاصة بالأعمال مقار الشركات هذا شيء مفيد جدا هذا يعطي نعم من التكامل والتمازل والانسجام في حركة الأعمال والأموال رظيم خلونا نطلع نسمع سيادة الرئيس فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة وكيف يمكن أن تشكل هذه المدينة مدخلا لتاريخ مصري جديد نذهب لجزء من كلمة السيد الرئيس بخصوص العاصمة الإدارية الجديدة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وما زلنا نتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة مع ضيفي الأستاذ هاني أبو الفتوح الخبير الأقصادي فيما يتعلق بالشركات المصرية هل ستتجاور هذه الشركات بجانب الشركات الكبرى العابرة للقرات أم أن هناك فصل بين الشركات العالمية وبين الشركات المصرية إن وجدت في العاصمة الإدارية يعني نحن مش متخايدين وضع الشركات المصرية داخل العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية ليست حكرا على حجم معين من الشركات أو جنسية أو جنسية لشركات بعينها سواء أجنبية عربية خليجية لا العاصمة الإدارية المصممة أنها تكون يعني هب أو مركز للأعمال سواء للشركات الأجنبية أو الشركات المصرية الفايصل هو التكلفة تكلفة الحصول على مقر ومدى الاحتياج للشركة المصرية أن تكون متواجدة هناك لأن في شركات عندها مقرها داخل العاصمة التقليدية داخل قاهرة قديمة وقد تحتاج أنها تخد منفذ صغير لها في العاصمة الإدارية وهناك شركات كبرى وبنوق وشركات أخرى مالية كبرى لا بالفعل بدأت أنها يكون لها مقر في العاصمة الإدارية فهو مجتمع متكامل اللي بيحدده هنا يعني الشركة هتنتقل أو تاخد مقر هناك ولا لا هي التكلفة وهناك عدة صيغ لأعتقد المطورين العقاريين والشركات بيوجدوا عدة صيغ أنها تناسب كافة أحوال الشركات قد تكون هناك مكاتب بإيجارات بمساحات بسيطة قد تكون هناك بنظام الإيجار اليومي لقاعات اجتماعات ولاسى الضرور التواجد 30 يوم في الشهر في هذا المقر هناك صيغ أكيد بيتم تطوير صيغ مناسبة للتعامل ومرعى الظروف كل الشركات الشركات بشكل عام بمختلف تصنيفاتها هناك شركات كبرى وهناك شركات متوسطة وهناك شركات صغيرة عايزة أسأل لفندم يعني بنحلم الحقيقة عندنا بنقرأ عن إقليم زي إقليم بنجالور على سبيل المثال في الهند بيقدر يصدر برمجيات سنويا بما يتجاوز 150 مليار دولار وإحنا بنحلم الحقيقة أننا في العاصمة الإدارية عندنا مقرات للشركات الكبرى عالميا العاملة في هذا المجال وعندنا شباب أنشأ بالفعل منذ سنوات شركات لهذه البرمجيات هل من الممكن أن يصهم وجود الشركات الكبرى في مصر في تطوير ما نسميه الآن مشروعات صغيرة أو متوسطة قائمة على تصميم البرمجيات على سبيل المثال أو ربما قطاعات أخرى بالطبع ممكن يعني في نقطة برضو جديدة هنا يعني يمكن أزمة فيروس كورونا خلت العالم كله يتجه لتغيير نموذج العمل هل من ضروري أن يكون أنا كشركة صغيرة وبتعتمد على عدد محدود من الموظفين هل ضروري أن يكون عندي تواجد فعلي في المكتب ولا أقدر الشركات تقدر تشتغل عن بعد من خلال حلول التقنية أصبح دلوقتي بعد أزمة كورونا التواجد الفعلي في مقار العمل أصبح شوية قليل جدا قليل جدا ما بيحتاجش حتى الشركات الكبرى أصبحت أنها بتقبل نسبة كبيرة من موظفيها أنهم يعملوا عن بعد فالنموذج ده من العمل هيساهم أيضا أن لو في شركة كبرى وليكن شركة برمجيات كبرى وبتشتغل في العاصمة الإدارية هيكون أكيد لها تعاون من الممكن أن يكون لها وارد أن يكون لها تعاون مع الشركات الصغيرة الوعدة في نفس المجال الاجتماعات واللقاءات الدورية ده ليس شرطا أن يكون هناك مقر للشركة وإنما هناك أماكن حتى لو استدعى الأمر بيبقى فيه أماكن زي شيرد أوفز اللي هي الأماكن المشتركة بتؤجر بالساعة أو باليوم لعقد الاجتماعات واللقاءات مع أن باقي الأعمال والاتصالات بتكون من خلال التقنيات الحديثة والمنصات الحديثة للتواصل يعني كنت عايز أخذ حضرتك قليلا لفكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى سيادة الرئيس تكلم عنها قريبا باعتبرها أنها عماد اقتصاديات كتيرة جدا في العالم منهم الاقتصاد الألماني على سبيل المثال ورغم أن سيادة الرئيس عمل مبادرة وقتاح 200 مليار جنيه مصري لهذه المشروعات إلا أننا مش حاسين أن فيه إقبال كافي ووافي على هذه المبادرات ربما لأن الشباب عندهم خبرات سيئة من تجربة صندوق التنمية المشروعات الفكرة الأديمة أنا مش عارف الحقيقة هل بحكم الحضراء الخبير اقتصادي يعني البعض بيقول أن ربما تكون هذه السنوات المقبلة هي السنوات التي يجب أن تنشأ فيها هذه الشركات الصغيرة وتعمل بجد لأن القادم سيحتاج إلى وجود هذه الشركات مش عارف رأي حضرتك في العلاقة بين التوقيت وما تفعله مصر وبين ضرورة نشأة هذه الشركات وعملها في هذه اللحظة لو جينا نتكلم على المجتمع المصري والشركات في المجتمع المصري نجد أن أكثر من يمكن من 60% لـ 70% من الشركات في مصر تصنف تحت مصنف الشركات الصغيرة ومتنهية الصغر لأن حتى البنك المركزي وضع تعريف لشركات الصغيرة والشركات المتوسطة الشركات الصغيرة هي في تعريف البنك المركزي اللي هي حجم الأعمال بتاحها في السنة لغاية من مليون لغاية 50 مليون هذه الصغيرة الصغيرة المتنهية أعتقد أقل من 50 ألف لها تصنيف المتنهية الصغيرة تصنيفها مختلف والتصنيف بتاحها في قانون صادر وتديره هيئة العامة الرقابة المالية إنما ده لو كلمنا على إن هل فيه إقبال أو عدم إقبال لا المبادرة تمت من كذا سنة من يمكن ثلاث سنين بـ 200 مليار وتم إتاحة أعتقد 117 مليار إضافية للمبادرة مع مد أجالها أعتقد سنتين كمان ده معناه إيه؟ ده معناه إيه؟ ده معناه إن... خمسة في المئة لقطاعات تانية فلا فيه استهلاك لقيمة الأموال المتاحة في المبادرة وبرضو يعني انصافا يعني التجارب حضركم ذكرت قلت فيه تجارب سيئة مفيش في... يعني لا نستطيع أن نستبعد أن يكون هناك تجارب سيئة في أي تجربة أو أي مبادرة أو أي مشروع إنما مع تحليل النتائج ورصد الأخطاء أو المعوقات ده الدول اللي هو يجب أن تقوم بالحكومة أو الجهة اللي هي منوض بها تنفيذ المبادرة وليه وضع الخطط التصويبية ووضع الشلول العملية للنجاحة صحيح صحيح لكن الحقيقة إن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الآن يساعد الشاب في وضع دراسة الجدوة وإذا ما أنتك الشاب بيشركوا في المعارض عشان يساعدوا في التسويق الحقيقة إن ده ما كانش موجود قبل كده فأدى لإخفاق عدد من الشباب فعمل مجموعة من الخبرات السيئة وده اللي موجود حضرتك في موقع إلكتروني اسمه منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابع دي جهاز تنمية المشروعات المعونة يعني يمكن المشروعات الصغيرة مش محتاجة بس تمويل ولكن محتاجة دعم فني صحيح وده مهم جدا لأن قال تكون المشكلة مش في التمويل ومشكلة في التسويق المشكلة في تدريب العناصر البشرية المشكلة في إيجاد أسواق تستوعب الانتاج فده اللي بيحتاجه المستثمر في الشركة المتنهية الصغيرة أو الشركة الصغيرة وده أعتقد إلى حد ما بيوفروا الجهاز يعني رواد الأعمال في مصر محتاجين يكتروا شوية رغم أن الثقافة بتاعتنا ثقافة مش عايزة أوصفها بأنها خوافة لكن خجولة شوية فيما يتعلق بالإقبال على العمل الخاص دايما الثقافة عندنا أستاذ هاني أننا أشتغل في وظيفة سواء كانت حكومية أو حتى قطاع خاص لكن ريادة الأعمال لا يقوم بها ولا يجرؤ عليها إلا القليل ما زال هل إحنا محتاجين ندعم ثقافة ريادة الأعمال أكتر؟ بلا شك أن ريادة الأعمال هي المستقبل لأن مش كل شاب ينتظر للعظيفة علشان يفتح بها بيته وعشان يستمر في حياته ريادة الأعمال بتبدأ بفكرة لابد أن تكون الفكرة رائدة وده الفرق ما بين ريادة الأعمال أو مشروع الرائد وأي مشروع آخر فالمشروع الرائد يحتاج دايما إلى فكرة مبتكرة وده المعظم فيه شباب كتير عندهم أفكار إنما مش يعني مش لقين حد يحطهم على بداية الطريق يعني أهم حاجة أن تكون الفكرة مبتكرة رائدة مبتكرة القطعة البلاستيكية التي نستخدمها في تنظيف الأذن وأنها الأعلى مبيعا والأعلى تحقيقا للأرباح ما بين كل المشروعات التي تم تنفذها أحيانا بيبقى دراسة السوق هي العامل الفيصل في نجاح المشروع من عدمه يعني الفكرة قد تكون موجودة ومتاحة لكن أن تختار سلعة تستطيع أن تنتجها بسعر أقل ربما من سعر السوق قليلا فتحقق مبيعات عالية وبالتالي تقدر تكسب وتقدر تتوسع أكتر في مشروعك هو ده يمكن أنا برضو ذكرته أن تكون الفكرة رائدة يعني إيه رائدة يعني أنا أشوف السوق محتاج إيه وأصمم خدمة أو منتج للمستهلك ليستوعب السوق بعد ما أدرس الطلب عليه إيه وإيه حجم الطلب المحتمل عليه إيه والسوق المحتمل بتاعه إيه وأدرس عوامل اللي هو بيسموه التحليل الرباعي القوة والضعف والفرص والتحديات أي مشروع لابد أنه يمشي بهذا المنطلق التوجيه ففكرة رائدة إنما أضع أمامي إيه هي المخاطر إيه هي التحديات إيه هي الفرص الموجودة هل يا فندم مسألة التسويق هل من المفترض أن تساعد الدولة أو جهاز تنمية الصناعات في مسألة التسويق خصوصا الخارجي ولا ده أيضا من وجهة نظر حضرك يقع على المستثمر الصغير أو صاحب المشروع الصغير يعني هنا الدولة بتدعمك وبتمولك المشروع لكن من وجهة نظر حضرك هي ما هي حدود مساعدة الدولة لرجل الأعمال اللي بيبتدي حياته بهذا الشكل صاحب العبل أو صاحب المنشأة لابد أنه يكون عنده تصور مش للإنتاج بس ولكن تصور مستقبلي طب مين المستهلك بتاعي أنا بستهدف مين هل الفئة اللي أنا بستهدفها موجودة جغرافيا فين محافظة كذا وكذا وكذا هل المنتج بتاعي قد يكون منافس في أسواق خارجية طب أنا هحتك الدولة في إيه هنا الدولة تيجي على سبيل المثال لما بتعمل معارض قد يكون هو بتمدي يد العون للشباب أو اللي عندهم شركات وعندهم أفكار رائدة أنهما يكونوا متواجدين في المعارض دي لو في معارض خارجية بتقام في الخارج ممكن يكون لهم تنفيل وتساعدهم أنهم يقدموا ويتواجدوا بمنتجهم في معارض في الخارج هو طبعا في الأيام دي طبعا صعب جدا عشان مفروف الإغلاق والكورونا إنما يعني ده شيء وارد جدا أنه هو التواجد في الأماكن التي يصل إليها المستورد أو المستهلك المحتبل في أسواق أخرى صحيح الحقيقة زي ما حضرتك أشرت في لمحة سريعة أن ظروف السوق في مصر وربما في العالم كله نتيجة كورونا ليست على خير ما يرام لكن على الجانب الآخر هناك دائما من يبحث عن عمل هناك من يبحث عن وظيفة هناك من يسعى حتى يحصل على قرد من البنك لبدء مشروع خلال الفترة التي فاتت أستاذ هاني شفنا قرارات كثيرة جدا من البنك المركزي المتعلقة بسعر الفايدة وبعدين مؤخرا كمان لقينا مبادرة للتمويل العقاري هل تعتقد أن هذه السياسات ربما تدفع قدما نحو مزيد أو شيء من نشاط السوق في مصر؟ يعني أن نحن نقدر نتغلب على ما سببته كورونا من مش عايز أقول ركود لكن على الأقل تبطأ بشكل أو بآخر جميع المبادرات التي أخذها البنك المركزي من مارس 2020 إلى الآن كلها الغرض بتاعها هو تخفيف حدة أو وطأة تبعات كورونا على مجتمع المال وعلى المستثمرين وعلى الشركات وفي نفس الوقت تنشيط الأسواق ورفع نسب التشغيل حوالي أكتر من 19 مبادرة أم بها البنك المركزي خلال سنة تقريبا كلها بتصب في هذا السياق حضرتك ذكرت أن البنك المركزي عمل مبادرات منها خفض أسعار الفايدة لغاية دلوقتي من مارس 2019 لغاية دلوقتي البنك المركزي خفض الفايدة بأكتر من 4% ومن المنتظر لاحقا في هذا العام أن تنخفض مرة أخرى هدفه الخفض ده يسموه التيسير النقدي كل دول العالم والبنوك المركزية حول العالم في ظل جائحة كورونا مشيت في دورة التيسير النقدي من أجل أن يتم إتاحة الأموال والاقتراض بفايدة معقولة للمستثمرين فده بالتالي يشجع المستثمرين على الاقتراض هيدخ بأموال في الأسواق بالتالي بيتم الاحتفاظ بالعمالة وعدم تسريح عمالة أن الشركات لم يكن أدرى تواكب التبعات بتاعة فيروس كورونا سيخفض مستوى البطالة سينشط الأسواق سيرفع مستوى التشغيل سيرفع من النتج القومي للدولة فكل هذه الأشياء البنك المركزي بيمارسها من خلال أدوات السياسة النقدية اللي بيخولها للقانون هل مبادرة التمويل العقاري فندم من المفترض أنها هتسحب أموال كتير جدا من أموال البنوك في شراء وتقصيد هذه الوحدات السكنية سواء في المدن الجديدة أو في غيرها هل تتوقع نشاط أكثر للأسواق وحركة أكبر في الأسواق لأننا الحقيقة بنسعى لسوء نشط مش سوء تضع فيه القوى الشرائية كما يرى البعض هل تسهم هذه المبادرة في تحريك السوء؟ بالطبع المبادرة التمويل العقاري اللي هي بالنسبة فايدة 3% على 30 سنة يا فايدة منخفضة دي أقل فائدة في تاريخ العمل المصرفي ما سمعناش عنها قبل كده ده من شأنها إيه؟ من شأنها أنها هي هتشجع الطلب على أو تحفيز للمواطن أنه يمتلك وحدة سكنية طيب هل عدد الوحدات السكنية المتاحة حاليا تقابل الطلب؟ طبعا لا نحن نزيد 2.5 مليون مواطن في السنة محتاجين حجم هائل جدا من الوحدات السكنية في مصر فده هيشغل قطاع العقارات فهينشط قطاع العقارات هيشغل قطاع آخر اللي هي مسلزمة البناء وحديد وأسمنت وخلافه فده المبادرة دي مهمة جدا في تحفيز قطاع العقارات والإنشاءات صحيح يعني هو في النهاية بدأنا بالعاصمة الإدارية وانتهينا بالاقتصاد المصري بشكل عام لأنه في النهاية الاقتصاد المصري هو الهدف أن يكون أفضل أن يكون أقوى أن يكون أكثر حركة وأكثر نشاطا هذا هو المأمول لدينا جميعا مصر بطبيعة الحال منذ فجر التاريخ ربما إقصادها إقصاد إنتاجي محتاجين أن نعمل من أجل زيادة الإنتاج في شتى المجالات ونحتاج إلى استثمارات سواء محلية أو أجنبية لدعم هذه القطاعات الإنتاجية بما يؤتي ثماره على الإقصاد المصري العام وعلى دخل المواطن وحياته وأحواله المعاشية أنا بشكر حضراتك جدا على أستاذ هاني أمور فتوح الخبير الإقصادي على ما تفضلت به شرحا لمسألة الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة كما ذهبنا إلى مناطق أخرى واهتممنا بمسألة الشباب خاصة أولئك الذين يقبلون على ريادة الأعمال وما هي النقاط المهمة التي عليهم أن يضعوها في الاعتبار قبل بداية مشروعتهم بشكر حراك مرة تانية وبشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة إن شاء الله يوم الجمعة الجاية حلقة جديدة من مصر 2030 أترككم في رعاية الله وإمنه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة